انا رأني افضل عصارة لللمون? العصفورة? ولا الشكل ده? اللي احنا عافينه? ولا الشكل ده? اجربهم دلوقت التلاتة معاكم على اللمون وهنشوف انا افضل عصارة فيكم. دي اول حاجة انا اجربها معاكم. يبقى هو نص لمونة. احطها. اضغط عليها كده. طبعا هي عصرة النص لمونة. بس مشكلتها واللي دايما انا منسات ما جبتها مش فاهمة ليه? عاملين كده. الجزء ده اللي في الاخر بيخليها تعرف تقفل للاخر على اللمونة. فمهما قفلت كده اهي. بتبقى مش عارفة تقفل على بعض من هنا. فبحس ان اللمونة لسه ما تعصرتش. يعني لو عملت كده دلوقتي. وعصرت اللمونة. هلاقي لسه بينزل منها واي. اهي. دي كده بالنسبة لاول عصارة الشكل ده. تاني عصارة بقى واللي اتسألت عنها كتير برضو. العصارة شكل عصفورة. ده شكلها. وهي بتبقى كريليك. فيكو فيها من هنا كده مصمر. ماسك الجزء المتحرك ده. جيب دلوقتي نصف لمونة. وطبعا هي محتاجة لمون معين. مش هتدخل بالشكل ده. ولا حتى بالشكل ده. فهي محتاجة تكون اللمونة صغيرة زي كده. علشان ادخلها بالعافية كده. عرضها الاحشر فيها. بعد ما دخلت كده. المفروض بقى ان انا بضغط عليها كده. كده. طبعا علشان اعمل الحركة دي لازم تبقى اللمونة مخصولة لان المية بتاعت اللمونة جات على الاشر فا. ايه? ده ما يكون الكسارتي هزعل. هزعل. طب عصارة النصف لمونة. ومشاء الله. ما شاء الله. اتكسرت معي. دي تعتبر تاني مرة جربها. تمام. طب اشوفها عصارة اللمونة كويس ولا لأ? مسا فيها شوية مية برضو اهم. افضيها. اتكسرت من اين بقى? اتكسرت من ايد بتاعتها. هي دي. طبعا وانا بضغط على اللمونة. ما استحملتش يعيني مع عصفورة. فانا هنتظر ايه من عصفورة يعني? وبرده ما عصرتش اللمونة كويس. فيها شوية ماي. طيب. ده بقى النوع التالت. ونوع ده بقى اللي احنا على طول بنلاقيه اصلا في السوق. وعايز اقول لكم العصارة زي انا كنت جايبها بعشرة جنيه. ما عرفش دلوقتي سعرها بكام. هحط النص اللمونة كده. وبرده بتاخد اي حجم من اللمون. وهبتدي انها نضغط كده. كده. انا بصو بحب انا برتاح نفسيا للحاجة اللي بتضغط كده على جنب. يعني بصو بتضغط على بعضها. احس كده براحة نفسيا. ان هي فعلا جابت كل اللي في اللمون. اشوف بقى هي عصر كويس ولا لأ? نعصر. مفيش نقاط برضو من اللمون. وياكن انا بالنسبالي العصارة دي اكتر عصارة عملية معي. من ساعة ما جبت دي وانا مش بستخدمها كتير لاني بحس ان هي مش بتعصر كويس. العصفورة طبعا زي وانت شايفين حالاتها صعبة يعيني لمجرد بس ما استحملتش الضغط هي مش بتاعي الضغط. بتاعي باش الحاجة انها تتحطي كده شكل كده شكل حالو. لكن ما نضغطش عليها. مش نقصة ضغط. مش نقصة ضغط. دي بقى التالتة دي. دي بقى اللي حلوة او بتستحمل وبضغط عليها. وكل حاجة وبتستحمل حمولة بصراحة. ودي بعشرة جنيه. فافضل واحدة طبعا من وجهة نظري من الثلاثة دول اللي هي الشكل ده. اكتر حاجة ما لهاش لازمة العصفورة دي سيبوها في حالها.